نسمع دكتور حيدر نعم استاذ استاذ السلام عليكم عليكم السلام استاذ مثل ما قاله الجماعة اشكرك على كل اللي قد تنتخل على هاي العشر تشهر وما حيقارب سنة ان شاء الله من ناصر المتحانات الوزارة بس استاذ عدي ولو منتقد بس رأيي شخصي رأيي ان اتقبل كل الاراء نعم استاذ الذكر بالفاصل اول نعم منتنا اصغر منتنا ناخد ديموفر تنتمثل تسويناها قصة يعني ديموفرات المتعددة عندك تلفون ديموفر ومثل تسوي قصة شرح نعم فهو منوك تليس يعني راسخة بالي فا اعتقد انه هاي طريقة تدريس ناجحة انه يعني مثل قصة على ما تبقى بالطالب يسا احنا هم اخدنا احنا مبارهنة كامل واخدنا القصص غواية موجودة القصص في كل درس واستاذ المعدلات الزمنية موضلة والله موضلة معادلات زمنية مكان بها قصص هواية يلا إن شاء الله أنتوا هنا درسكم للمنهج بشكل كامل يعني أنا ما راح أقول لك لتقرأ المعدلات الزمنية نتوقع الأسئلة كل السهلة راح تجيب المعدلة الزمنية وتحصلون عليها درجات الكاملة ولكن إحنا عدنا 150 الدرجة راح تكون الوزاري بين 140 إلى 150 تشوفوا المعادلات التفاضلية 20 درجة إن شاء الله بتجيب الهندسة إذا 20 درجة هنا بتجيب راح تبقى تكرز بالتركب راحتك فإذا أي فرع من الفروع تشوفوا البي صعوبة أو السؤال مقلق فتقدر تترك وتأخذ هنا درجة كاملة ولكن هنا نقول المعدلات الزمنية إن شاء الله قدها وإن تعدكم قابلية وواثق من عدكم بأن حتى لو كانت الأسئلة بدون ترك راح تقدرون تأخذون مية إن شاء الله شكرا إليك